السلام عليكم أصدقائي الأطفال درسنا لهذا اليوم مقارنة وترتيب الأعداد من 1 إلى 9 نبدأ الآن بالتمرين الأول لنفهم ونطبق السؤال لنساعد الدعسوقة على البحث عن صغيريها يوجد الأول في المزهرية التي تحمل أكبر عدد والتاني في المزهرية التي تحمل أصغر عدد المزهرية الأولى التي على اليسار تحمل الرقم 8 نعم المزهرية الثانية تحمل الرقم 5 المزهرية الثالثة تحمل الرقم 7 المزهرية الرابعة تحمل مجموعة من النقاط سأقوم بعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن هذه المزهرية تحمل الرقم 8 أمر الآن إلى الصف الثاني من المزهريات المزهرية الأولى التي على اليسار تحمل 4 نقاط إذن فهي تحمل الرقم 4 المزهرية الثانية تحمل 3 نقاط إذن فهي تحمل الرقم 3 المزهرية الثالثة تحمل مجموعة من النقاط سأقوم بعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إذن فهي تحمل 9 نقاط جيد المزهرية الأخيرة تحمل 6 جيد يوجد الصغير الأول للدعسلقة في المزهرية التي تحمل أصغر عدد إذن ما هي المزهرية التي تحمل أصغر عدد؟ نعم جيد المزهرية التي تحمل أصغر عدد هي المزهرية التي بها 3 نقاط جيد والصغير الثاني للدعسلقة يوجد في المزهرية التي تحمل أكبر عدد ما هي المزهرية التي تحمل أكبر عدد؟ نعم المزهرية التي تحمل أكبر عدد هي المزهرية التي بها 9 نقاط أحسنتم أصدقاء الأطفال السؤال الأول أي الأستاذتين تتكفل بأكبر عدد من الأطفال؟ أقارن ثم أضع علامة في الخانة المناسبة إذن هنا أصدقائي الأطفال سأقوم بمقارنة أعداد الأطفال في كل الصورتين لأعرف أي الأستاذتين تتكفل بأكبر عدد من الأطفال سأبدأ بالصورة التي على اليمين سأقوم بالعد 1 2 3 4 5 إذن هنا الأستاذة تتكفل بخمس أطفال في الصورة التي على اليسار 1 2 3 هنا الأستاذة تتكفل بثلاثة أطفال فقط إذن ما هي الأستاذة التي تتكفل بأكبر عدد من الأطفال نعم هي الأستاذة التي توجد في الصورة التي على اليمين إذن أضع علامة في هذه الخانة أحسنت السؤال الثاني أقارن باستعمال الرمز أصغر أو أكبر أو يساوي كما في المثال في المثال عند الرقم 7 والرقم 4 لمقارنة هذين العددين سأستخدم الرمز أكبر نعم 7 أكبر من أربعة جيد في البطاقة الثانية عندي الرمز 9 والرمز 8 هنا أيضا أصدقائي الأطفال سأستخدم الرمز أكبر 9 أكبر من 8 في البطاقة التالية عندي الرقم 9 والرقم 5 إذن هنا أيضا سأستخدم الرمز أكبر 9 أكبر من 5 أمر الآن إلى السطر الثاني البطاقة الأولى الرقم 6 والرقم 8 إذن ماذا سأكتب؟ نعم سأستخدم الرقم أصغر لأن 6 أصغر من 8 أحسنتم البطاقة الثانية في هذا السطر الرقم 6 والرقم 5 إذن سأستخدم الرمز أكبر لأن 6 أكبر من 5 جيد البطاقة الثالثة في هذا السطر الرقم 6 والرقم 6 إذن هنا سأستخدم الرمز يساوي لأن 6 يساوي 6 أمر إلى السطر الأخير في هذا السؤال البطاقة الأولى عندي الرقم 3 والرقم 2 إذن سأستخدم الرمز أكبر وأكتب 3 أكبر من 2 أحسنتم البطاقة الثانية في هذا السطر عندي الرقم 7 والرقم 9 إذن سأستخدم هنا الرمز الصغر وأكتب 7 أصغر من تسعة البطاقة الأخيرة في هذا السطر عندي الرقم واحد والرقم أربعة إذن هنا سأستخدم الرمز أصغر وأكتب واحد أصغر من أربعة أحسنتم لا ننسى المعجمع الدقاء الأطفال مقارنة يساوي أكبر من أصغر من ترتيب تسعودي ترتيب تنازلي السؤال الثالث أكمل بكتابة العددين والسعمال الرمز المناسب هنا أصدقاء الأطفال سأقوم بحساب أعداد البرتقال الموجود في كل سلة تمتيله بالرقم المناسب ثم مقارنة العددين أبدأ بالسلة التي على اليمين سأقوم بالعدد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة إذن سأمتلها بالرقم تسعة أقوم الآن بحساب أعداد البرتقال الموجودة في السلة التي على اليسار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن سأقوم بتمتيلها بالرقم سبعة ثم سأقوم بمقارنة العدد سبعة والعدد تسعة إذن سأكتب سبعة أصغر من تسعة أحسنتم السؤال الرابع وراحظ المثال وأكمل في المثال عندي مجموعة من النقاط أمتلها بالأرقام ثم أقوم بمقارنة العددين سأقوم بنفس الشيء في البطاقة الثانية عندي الرقم تسعة إذن سأمتله بتسع نقاط ثم عند الرقم تمانية سأمتله بتمانية نقاط إذن ثم أقوم بمقارنة العدد تسعة والعدد تمانية إذن سأستخدم هنا الرمز أكبر جيد تسعة أكبر من تمانية أحسنتم في البطاقة الثانية عندي خمس نقاط في كلتا الخانتين إذن سأمتلهما بالرقم خمسة جيد ثم أستخدم الرمز يساوي لأن خمسة يساوي خمسة أحسنتم في البطاقة الأخيرة في هذا السؤال عندي الرقم خمسة والرقم تمانية إذن سأمتله الرقم خمسة بخمس نقاط في الخانة المقابلة ثم الرقم 8 بتمانية نقطة في الخانات المقابلة أيضا لهذا الرقم ثم أقارن بين 5 و 8 إذن سأستخدم هنا الرمز الصغر أحسنتم 5 أصغر من 8 السؤال الخامس أكمل الكتابة والرسمة ثم أحيط السلة التي تحتوي على أكبر عدد من البرتقال في الصورة الأولى مكتوب في البطاقة 2 إذن هنا سأضع برتقالتين في السلة وأكتب العدد 2 في المكان المخصص في الصورة الثانية مكتوب الرقم 6 في حين أنه داخل السلة يوجد فقط 4 برتقالات 1, 2, 3, 4 إذن علي أن أضف برتقالتين داخل السلة لأحصل على 6 برتقالات ثم أكتب 6 في البطاقة أمام هذه السلة في الصورة الثالثة مكتوب 4 في البطاقة في حين أن هناك 3 برتقالات فقط في السلة إذن سأضيف برتقالة لأحصل على 4 أيضا ثم أكتب الرقم 4 في المكان المخصص أحسنتم في الصورة الرابعة مكتوب 9 في البطاقة في حين أن عدد البرتقال داخل السلة هو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 فقط إذن علي أن أضف برتقالتين لأحصل كذلك على 9 برتقالات ثم أكتب الرقم 9 في المكان المخصص جيد في الصورة الخامسة مكتوب الرقم 5 في حين داخل السلة يوجد 4 برتقالات فقط 1, 2, 3, 4 إذن علي أن أضيف برتقالة لأحصل على 5 برتقالات ثم أكتب 5 في البطاقة جيد الصورة الأخيرة في هذا السؤال عندي الرقم 8 في حين يوجد 7 برتقالات فقط داخل السلة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 إذن علي أن أضيف برتقالة لأحصل كذلك على 8 برتقالات ثم أكتب 8 في البطاقة جيد السؤال السادس أرتب أثمان اللعب تصاعديا باستعمال الرمز المناسب إذن عندي 3 لعب ولكل لعبات 8 وعلي أن أرتب أثمان هذه اللعب تصاعديا وعندما نقول تصاعديا فهو يكون من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر إذن ما هو العدد الأصغر هنا؟ نعم هو 6 إذن أكتب 6 بعد ذلك العدد 9 إذن 6 أصغر من 9 في حين أن 9 يساوي 9 إذن سأضع الرمز يساوي بعد ذلك أحسنت السؤال السابع أرتب أعداد التربيعات من الأصغر إلى الأكبر باستعمال الرمز المناسب أبدأ بالشريط الأول كم عدد التربيعات هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن أكتب الرقم 8 في الخانة المقابلة في الشريط الثاني عندي 1 2 3 4 5 عندي 5 تربيعات إذن أكتب الرقم 5 في البطاقة المقابلة في الشريط الثالث عندي 1 2 3 4 5 6 إذن عندي 6 تربيعات عندما نقول أصدقائي الأطفال الترتيب من الأصغر إلى الأكبر فهنا يجب استخدام الرمز أصغر نعم إذن ما هو الرقم الأصغر هنا؟ هو الرقم 5 إذن أكتب 5 أصغر ماذا يليها؟ هل يليها الرقم 6 أم الرقم 8؟ نعم يليها الرقم 6 إذن أكتب 6 ثم أضع أيضا الرقم الأصغر ثم يليها الرقم 8 يحصل على 5 أصغر من 6 أصغر من 8 نعم السؤال الثامن ألاحظ الأصابع المرفوعة لكل شخص ثم أصحح الأخطاء في كتابة الأعداد على الترابيشة إن وجدت وأرتب الأعداد تصاعديا باستعمال الرمز المناسب أبدأ بالصورة الأولى الشخص الموجود في هذا الصورة يرفع 3 أصابع في حين أن الرقم المكتوب على التربوج هو 3 إذن هذا رقم صحيح في الصورة الثانية الشخص الموجود في الصورة يرفع 4 أصابع في حين أن الرقم المكتوب على التربوج هو 4 إذن هذا أيضا رقم صحيح في الصورة الثالثة عدد الأصابع المرفوعة هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في حين أن الرقم المكتوب على التربوج هو 8 إذن هذا رقم الخطأ الرقم الصحيح هو الرقم 9 إذن سأكتبه في البطاقة المخصصة في الصورة الرابعة عدد الأصابع المرفوعة هو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 في حين أن الرقم المكتوب على التربوش هو 4 وهذا رقم خطأ إذن سأكتب الرقم الصحيح في البطاقة المناسبة 7 الصورة الأخيرة في هذا السؤال هناك 5 أصابع مرفوعة في حين أن الرقم المكتوب على التربوش هو 5 وهذا رقم صحيح سأقوم الآن أصدقائي الأطفال بترتيب الأعداد تصاعديا والترتيب التصاعدي يكون من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر والرمز الذي يجب أن أستخدمه هو الرمز أصغر إذن ما هو العدد الأصغر هنا؟ نعم هو العدد 3 أصغر يليه العدد 4 أصغر يليه العدد 5 أصغر يليه العدد 7 ثم الرمز أصغر ثم يليه العدد 9 جيد السؤال التاسع أقارن عددين النباتات باستعمال الرمز المناسب كم عدد النباتات الموجودة في الصورة التي على اليمين؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية إذن سأعبر عنها بالرقم تمانية لأن سأمر إلى الصورة التي على اليسار عدد الظهر الموجودة في هذه الصورة هي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية إذن سأعبر عنها أيضا بالرقم تمانية إذن الرمز الذي سأستخدمه هنا هو رمز يساوي لأن تمانية يساوي تمانية السؤال العاشر أقارن عددين الغنم داخل وخارج السياج باستعمال الرمز المناسب أبدأ بحساب الأغنم التي داخل السياج واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة إذن سأمثلها بالرقم أربعة في حين أن الأغنم التي خارج السياج هي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة إذن سأمثلها بالرقم ستة الرمز الذي سأستخدمه هنا هو الرمز أكبر لأن ستة أكبر من أربعة أحسنتم السؤال الحاضي عشر أقارنوا باستعمال الرمز المناسب أبدأ بالمجموعة التي على اليمين إلى السطر الأول الرقم أربعة والرقم تمانية ماذا أكتب؟ نعم، أربعة أصغر من تمانية أمر إلى السطر الثاني الرقم واحد والرقم ثلاثة جيد، واحد أصغر من ثلاثة الآن أمر إلى السطر الثالث الرقم سبعة والرقم تسعة نعم، سبعة أصغر من تسعة السطر الأخير في هذه المجموعة تسعة وتسعة إذن سأستخدمه هنا الرمز يساوي أحسنتم أمر الآن إلى المجموعة التي في الوسط الرقم سبعة والرقم خمسة إذن ماذا سأكتب هنا؟ أحسنتم سبعة أكبر من خمسة السطر الثاني الرقم خمسة والرقم ستة ماذا سأكتب هنا؟ نعم 5 الصغر من 6 السطر الثالث 1 و 2 إذن ماذا أكتب هنا؟ نعم 1 الصغر من 2 في حين السطر الأخير عندي 7 و 7 هنا سأستخدم الرمز يساوي أمر الآن إلى المجموعة التي على اليسار عندي الرقم 9 والرقم 8 إذن ماذا أستعمل هنا؟ سأستعمل الرمز أكبر لأن 9 أكبر من 8 في السطر الثاني عند الرقم 3 و 6 إذن سأستخدم هنا الرمز أصغر لأن 3 أصغر من 6 ثم عندي 8 و 8 إذن أستخدم هنا الرمز يساوي لأن 8 يساوي 8 ثم عندي في السطر الأخير 5 و 4 إذن هنا سأستخدم الرمز أكبر لأن 5 أكبر من 4 السؤال الثاني عشر وحيط السيارة التي ستخطى أعدادا مرتبة تنازليا في السهم الأول أصدقائي الأطفال هل الأعداد مرتبة تنازليا أم تصاعديا نعم هي مرتبة من الأصغر إلى الأكبر 1 2 3 4 5 إذن فهي مرتبة تصاعديا إذن لا أحيط بهذه السيارة في السهم الثاني نلاحظ أن الأعداد مرتبة تنازليا من الأكبر إلى الأصغر 5 4 3 2 1 إذن هنا سأحيط بالسيارة جيد السؤال الثالث عشر وراتب أعداد الكولالي تنازليا باستعمال الرمز المناسب الترتيب التنازلي أصدقائي الأطفال يكون من الأكبر من الأصغر ويكون باستعمال الرمز أكبر إذن ما هو الرقم الأكبر هنا هل هو الرقم 7 6 9 أم 8 نعم الرقم الأكبر هو 9 ثم أضع الرمز أكبر ويليه الرقم 8 جيد وأضع الرمز أكبر ثم يليه الرقم 7 ثم أضع الرمز أكبر ثم يليه الرقم الأخير وهو الرقم 6 أحسنتم وهكذا يكون لدي 9 أكبر من 8 أكبر من 7 أكبر من 6 جيد السؤال الرابع عشر والأخير في هذا الطرس يتوفر أحمد على ست دراهم وتتوفر هند على تمانية دراهم ما هي اللعبة أو اللعب التي يمكن أن يشتريها كل طل للإجابة على هذا السؤال أصدقائي الأطفال يجب أن نقارن ما يتوفر عليه أحمد وهند مع أتمان اللعب إذن سأبدأ بأحمد لدى أحمد ست دراهم في حين أن السيارة تمنها تمانية دراهم هل يمكن أن يشتريها السيارة؟ لا لأن ست دراهم أصغر من تمانية دراهم أمر الآن إلى الدراجة النارية تمنها تسع دراهم هل يمكن أن يشتريها الدراجة النارية؟ لا لأنه لديه فقط ست دراهم أمر الآن إلى الدمية تمنها خمس دراهم هل يمكن أن يشتريها الدمية؟ نعم لأن لديه ست دراهم وستة أكبر من خمسة جيد إذن أحمد يمكن أن يشتريها دمية نمر الآن إلى الطائرة تمنها سبع دراهم هل يمكن أن يشتري الطائرة لا لأن سبعة أكبر من ستة إذن أحمد يمكنه أن يشتري فقط الدمية جيد أمر إلى ما يمكن أن تشتريه هند إذن هند تتوفر على تمانية دراهم نعم الصيارة تمنها تمانية دراهم أيضا إذن ما لدى هند يساوي تمان الصيارة إذن يمكن أن تشتري صيارة جيد هل يمكن أن تشتري دراجة نارية تمان الدراجة هو تسع دراهم لا لأن تمانية أصغر من تسعة نعم هل يمكن أن تشتري دمية نعم لأن خمسة أصغر من تمانية وهند لها تمانية دراهم إذن يمكن أن تشتري الدمية جيد هل يمكن أن تشتري الطائرة تمان الطائرة هو سبع دراهم وهند لها تمانية دراهم إذن تمانية أكبر من سبع بالفعل يمكن أن تشتري كذلك الطائرة إذن هيد يمكن أن تشتري السيارة والدمية والطائرة أحسنت أمر الآن إلى السؤال الثاني أرتب أثمان اللعب تنازليا باستعمال الرمز المناسب الترتيب التنازل لأصدقاء الأطفال يكون من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر ويكون باستخدام الرمز أكبر العدد الأكبر هنا هو 9 الذي هو 8 دراجة النارية إذن أضعوا 9 ثم أضعوا الرمز أكبر يليه العدد 8 الذي هو 8 السيارة إذن أضعوا 8 ثم أضعوا الرمز أكبر ويليه بعد ذلك الرقم 7 الذي هو 8 الطائرة إذن أضعوا الرقم 7 ثم أضعوا الرمز أكبر ويليه بعد ذلك العدد 5 الذي هو 8 الدمية إذن سأحصل في الأخير على 9 أكبر من 8 أكبر من 7 أكبر من 5 جيد أشكركم أصدقائي الأطفال على حسن المتابعة وإلى اللقاء في الترس المقبل بحول الله ترجمة نانسي قنقر